السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه سن اليأس إنه سن الأمل سن العطاء أنت عندما تشكين بعد عمر 40 سنة من أعراض الإرهاق والإجهاد والتعب بعد أقل جهد تقومين به وأيضا عندما تشكين من نسيان وقل التركيز وتوتر وضغط عصبي ونفسي وتشكين من ألم عضلي في مختلف عضلات جسمك وألم مفاصل وتساقط شعر وجفاف بالجلد وقلق وقلة نوم وأرق أنت عن ظهور هذه الأعراض يجب أن تتناولي غذاء خاص ومكملات خاصة هي في غاية الأهمية للتخلص من أعراض سن الأمل وأيضا لمعالجة بعض التغيرات الهرمونية التي تحدث في هذا السن هل تعلمين لماذا تحتاجين بعد سن 40 سنة وفي سن الأمل لنظام غذائي خاص ولمكملات غذائية؟ لأنك ومع وجود توتر وضغط نفسي تتغير شهيتك نحو الطعام والمعدة تتغير قدرتها على الهضم ويقول الامتصاص العناصر المفيدة الموجودة في وجبات طعامك في هذا السن كما أن تناولك لبعض أدوية السكري أو الغدة الدرقية أو المفاصل أو الضغط أو غيرها يمكن أن يؤثر على عملية الهضم والامتصاص فيحدث في جسمك نقص لعناصر عديدة لذلك يجب تناول هذه المكملات الغذائية واتباع هذا النظام الصحي من أجل تغيير حالتك النفسية والمزاجية وأيضا يعطائك أنوثة ونقاء بشرة وإشراقة وجه هي تخلصك من القلق والتعب والإرهاق والأرق وقلة النوم وأيضا هي تخلصك من الاكتئاب إذا كنت تعانين منه هي ستخلصك من أعراض النسيان وقلة التركيز والتوتر وألام المفاصل والعضلات وجفاف الجلد وتصاغط الشعر والتغيرات الهرمونية التي تحدث مع سن الأمل ومع سن 40 سنة وما فوق ستكون مفيدة لك في معالجة أمراضك المزمنة وستتخلصين من آلامك العظمية والمفصلية والعضلية سترفع طاقتك وحيويتك وستتخلصين من كل الأعراض المزعجة التي تبدأ بالظهور مع هذا السن أنصحك بتناول الأوراق الخضراء والسلطات والخضار وتناول الفواكه بيتدال وتناول الأسماك وخاصة سمك السلمون والبيض وزيت الزيتون والزبدي الحيواني والسمن الحيواني وأنصحك بالابتعاد عن تناول السكر وتقليل تناول الخبز والنشويات والامتناع عن تناول الزيوت النباتية المكررة السائلة والمهدرجة أنصحك بتناول فيتامين دال دال ثلاثة مهم جدا لصحتك بشكل عام ولعظامك بشكل خاص فيتامين دال ليس فيتامين فقط وإنما هو مضاد التهاب قوي حتى أنه يعمل كهرمون ويتدخل بعمليات حيوية عديدة وفي غاية الأهمية نقص فيتامين دال يسبب لك آلام عظمية وهشاشة عظم وآلام ركبتين ومفاصل ونقص في طاقة جسمك ومشاكل عديدة في صحة شعرك وبشرتك وأجهزة جسمك يجب أن يكون مستوى فيتامين دال لديك بحدود خمسين إلى ستين لذلك عندما يكون فيتامين دال ناقص تناوليه بجرعة عشر آلاف وحدة دولية يوميا لمدة شهر حبة يوميا بعد وجبة الفطور وجبة دسمة يكون فيها زبدة أو سمنة أو زيت زيتون وبعد ذلك تناوليه بجرعة عشر آلاف وحدة دولية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر وبعدها بشكل دائم تناوليه بجرعة عشر آلاف وحدة دولية حبة مرتين في الأسبوع التعرض لأشعة الشمس يوميا مفيد جدا لكنه غير كافي على الإطلاق لتأمين حاجتك من فيتامين دال حتى لو كان هذا التعرض للشمس لساعات طويلة أثناء النهار ولذلك نجد أن أكثر من 90% من أشخاص حول العالم هم يتعرضون لأشعة الشمس لكنهم مصابون بنقص فيتامين دال الكالسيوم أنصحك بعدم تناول الكالسيوم كمكملات غذائية فهو يسبب مشاكل صحية عديدة جدا أنصحك بالحصول عليه من خلال تناولك لملعقة طعام من السمسم يوميا أجدها أفضل مصدر طبيعي للكالسيوم الكولاجين أذكرك بأمر هام وهو أن الكولاجين في جسمك بعد عمر 30 سنة يقل بشكل مستمر وكل سنة يقل أكثر من السنة التي قبلها يقل كل سنة حوالي 2% لذلك يجب عليك تعويض هذا النقص المستمر بالكولاجين ويفضل الكولاجين مع فيتامين سي الهامين لبشرتك وشعرك ومفاصلك وعظامك ونشاطك وحيويتك الجرعة حبة يوميا لمدة 3 أشهر وبعدها يمكن تناوله حبتين في الأسبوع لمدة شهرين ثم العودة لجرعة حبة يوميا ويتم تناوله بعيدا عن الطعم إذا كنت ترغبين بالحصول على الكولاجين من مصدر طبيعي أنصحك بالحصول عليه من خلال تناولك لشربة مرق العظم وبصراحة أجد أنه من المفيد تناولك للكولاجين كمكمل غذائي لأن صنع شربة مرق العظم بشكل دائم ليس بالأمر السهل طبعا إذا كنت تتناولين الكولاجين كمكمل وبين فترة وأخرى تناولت الشربة فبالتأكيد سيكون الحال أفضل الآن سأتحدث عن نوع من البذور أجدها رائعة ومذهلة لك إنها بذور الكتان قد تتساءلين لماذا بذور الكتان وما فائدتها أنت بعد سن 40 سنة وما فوق يقل لديك هرمون الإستروجين هرمون الأنوثي وهرمون الإستروجين هو ليس فقط للأنوثي والشكل إنما هو ينظم حرارة جسمك وضغطك ويتدخل في تصنيع هرمون السعادة السيروتونين لذلك عندما يقل وينقص يمكن أن تشعري بالاكتئاب والمزاج السيء والقلق والأرق وقلة النوم والتوتر والعصبية تصوري أن الإستروجين دور في غاية الأهمية حتى في عظامك فعندما يقل الإستروجين تبدأين بالشكوى من آلام في الركبتين والمفاصل والعظام حتى الاضطرابات المرتبطة بسن الأمل وانقطاع الطمث سببها نقص الإستروجين لذلك إياك يا عزيزتي أن تتجهي لتناول حبوب هرمونية أي نوع من الحبوب الهرمونية التي تسمعين أن فلان تناولتها مع سن الأمل ومع انقطاع الطمث فلهذه الحبوب آثار جانبية عديدة وخطيرة عندما يقل الإستروجين لديك وتظهر الأعراض التي ذكرتها تناولي الإستروجين الطبيعي من مصدر نباتي هذا الإستروجين النباتي ليس له آثار جانبية كالآثار الجانبية للإستروجين الذي يكون على شكل حبوب أو مكمل وأفضل وأروع مصدر للإستروجين النباتي هو بذور الكتان تناولي بذور الكتان ملعق الطعام كبيرة يوميا يتم نقعها في كوب ماء لمدة ثلث ساعة إلى نصف ساعة حتى تظهر المادة الجيلاتينية ويصبح الكوب مثل الجليه بعدها يمكن تناول الكوب هذا الكوب الرائع له فوائد مذهلة أولا للإستروجين الطبيعي الذي يحتويه وأيضا يساعدك في تحسين عملية الحرق فبعد عمر 40 سنة وما فوق يقل الحرق لديك وتتجهين للسمنة وكسب الوزن شيئا فشيئا وبذور الكتان ستكون مفيدة لك في ضبط شهيتك للطعام وتحسين عملية الحرق وضبط الهرمونات وأيضا تحسين حالة بشرتك والتخلص من جفاف الجلد وتساقط الشعر وتحسين حالة العظام والمفاصل والركبتين عندك وأيضا ضبط حرارة جسمك والتخلص من الهبات الساخنة هذه البذور غنية بأوميغا 3 الطبيعية التي تعمل على تقديل الالتهابات بل تمنعها وأوميغا 3 مضادات أكسدة قوية هامة جدا لصحة قلبك وشرائينك وتساعدك في ضبط ضغط الدم أوميغا 3 الموجودة في بذور الكتان مفيدة جدا لك لتحسين التركيز والذاكرة وحمايتك من الألزهايمر الآن أريد أن أنصحك بمصدر طبيعي وصحي آخر للأستروجين بعد بذور الكتان وهو حشيشة الملاك الصينية هي بديل آمن للعلاج الهرموني والعلاج بمضادات الاكتئاب أنصحك بتناولها بدل تناولك لحبوب أستروجين وحبوب مضادات اكتئاب لكن حشيشة الملاك الصينية لا تستخدم مع مميعات أو مسيلات الدم كما أنها لا تستخدم للسيدات المصابات بأورام ليفية وسرطان رحم ومبيضين وسرطان الثدي حشيشة الملاك الصينية توصف للهبات الساخنة فهي تحسن وترفع مستوى الاستروجين بشكل طبيعي وتعمل على تصنيع السيروتونين هرمون السعادة وتحسن الحالة المزاجية وتخلصك من حالة الاكتئاب الفيديو انتهى لكن أتمنى متابعة الدقيقتين المتبقيتين ففيها إجابات على كل أسئلتكم وتعليقاتكم القناة ليست بديل لاستشارة الطبيب وتعديل جرعة أي دواء أو الاستغناء عنه يتم فقط بإشراف الطبيب المعالج التواصل معي عبر واتس أب فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى الذهب أحمر في واتس أب مجموع عدد أسئلتكم وتعليقاتكم في الشهر الواحد هو حوالي عشر آلاف تعليق وسؤال لذلك اعذروني لا يمكنني الإجابة على التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنية والغدد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص لكل من شاهد الفيديو إذا كنت ترغب بفهم عمل جسمك وأجهزتك بشكل دقيق وإذا كنت تعمل للوصول إلى صحة سليمة بعيدا عن الأمراض تأكد من الضغط على اشتراك وأيضا تشغيل الإشعارات ليصلك كل فيديو جديد لي ربما يحمل لك فائدة كبيرة وفرصة لعيش حياة جديدة بعيدا عن المرض دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الحلوية وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون ووصلوا الفيديو لأصدقائكم ولأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته مفيدة لمن يدخل التعليقات معظم أسئلتكم إجاباتها موجودة بفيديوهات قدمتها في قناتي أو سأقدمها لاحقا اكتبوا الدكتور نوار علي والموضوع الذي تسألون عنه يعني مثلا الدكتور نوار علي مقاومة الإنسولين واضغطوا على بحث باليوتيوب ستظهر مجموعة فيديوهات لي حول مقاومة الإنسولين وأي موضوع آخر يتم البحث عنه بنفس الطريقة أحبائي أنصحكم بالضغط على هذا الرابط ومشاهدة فيديوهات هامة ومفيدة جدا اكتبوا تعليقاتكم عليها أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة